إذن مشاهدين عام يرحل بمنجزات عديدة لهذه السلطنة الحبيبة تحية لكم تحية للجهود المؤسسية والفردية التي تبدو القصار الجهد لنرفع ونتقدم بهذا الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة مشاهدين نستمر معكم أيضا في محطات برنامجكم لحلقة الليلة وصلنا أيضا للمحطة الأخيرة وحديث حول النظام الإلكتروني المستخدم في مزاولة أو إصدار تراخيص مزاولة بهنة الوساطة العقارية تفاصيل هذا النظام الإلكتروني ما هي المستفيدين من هذا النظام كيف سيختزل هذا النظام الوقت والجهد المستفيدين كل هذه التفاصيل مشاهدين نتعرف عليها من خلال وجود أستاذ سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان نرحب بك أستاذ سليم في البداية نتعرف على أهمية هذا النظام نظام أيضا إلكتروني يتعلق بالوساطة العقارية بسم الله الرحمن الرحيم بداية أود التنويه لأن أساسا مهنة الوساطة العقارية في السلطنة في الوضع الحالي قائمة على العشوائية ودخول كثير من الوساطة غير المرخصين وغير الملمين بمهنة الوساطة كل هذه طبعا في الوقت الحالي أدت إلى ارتفاع الأسعار دخول مضاربين عدم موجود ثقة بين المتعاملين في هذه الجانب العقاري بالأخص بين الباعة والمشترين والمستثمرين ظهور عمليات النصب والاحتيال نتيجة دخول فئة غير ملمة بالقوانين وجهلهم بالأنظمة في بعض الأحيان تجدين أن هضم حقوق بعض الوساطة من قبل بعض المستثمرين من جانب أخذهم العمولة المقرارة كل هذه طبعا أثرت سلبا في الفترة الماضية على السوق العقاري في السلطنة بعد إنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري بالمرسوم السلطاني 64 إلى 2014 طبعا عكفنا على أساس دراسة وضع السوق العقاري من خلال اجتماعات مع دوي الخبرة في هذا المجال والشركات الوساطة القائمة والتي في الأساس لها باع كبير في هذا الجانب رجعنا إلى القوانين المنظمة لهذه المهنة وجدنا بأنه في قانون رقم 78 على 86 ينظم عملية الوساطة في المجالة العقارية بين المتعاملين وتم التعديل بالمرسوم السلطاني رقم 91 على 2010 إلا أن طبعا عزف الوساطة العقاريين عن التسجيل لعدة أسباب منها طبعا عدم الرغبة بالظهور مباشرة دخول الفئة التي أشرت لها التي تحب الخروج على النظام بحكم أساليبهم وعدم إلمامهم بالقوانين المنظمة يعني نقول بأن هذا التطبيق أو النظام سيعمل على تنظيم وتنسيق هذه الجهود من قبل المستفيدين أنفسهم من هم مستفيدين أستاذ سليم من هذا النظام؟ المستفيدين من هذا النظام شركات المؤسسات وشركات الوساطة العقارية العاملة في هذا المجال والأفراد طبعا من خلال هذا النظام طبعا تم تصميم نظام إلكتروني متكامل بجهود الوزارة الذاتية وقفنا على احتياجات الوسطى تبين بأن هناك لا توجد قاعدة بيانات متكاملة للعدد الإجمالي العامل في هذا المجال منهم شركات الوساطة والمؤسسات الفردية والأفراد العاملين كان همنا بداية بأن بالفعل يكون عندنا قاعدة بيانات متكاملة لهذه الفئة من ثم طبعا النظام الإلكتروني صمم على مراحل المرحلة الأولى اللي هي بداية تسجيل تصميم النظام الإلكتروني ومن ثم فتح المجال للتسجيل لهذه الفئة وتم الإعلان بتاريخ عشرين أربع عالفين وخمسة عشر على جميع الراغبين في دخول هذا المجال توفيق أوضاعهم وفقا للقوانين السارية والإعلان طبعا نص على الاشتراطات اللازمة فيما يخص الأفراد وفيما يخص المؤسسات والشركات تم تدشين النظام بتاريخ هداعش هداعش الفين وخمسة عشر من قبل مالي الشيخ وفتح المجال للشركات الراغبة بالتسجيل إلكترونيا على موقع وزارة الأسكان حاليا تم تسجيل ما يقارب 170 شركة الغالب طبعا عندهم الرغبة الجادة والفكرة هي فكرة بداية بتكون مرحلة تجريبية في محافظة مسقط فقط بعد ما تم التسجيل أخذنا موافقات الجهات المعنية على أساس أنه قيمة الرسوم والتحصيل تم تحديد الرسوم صدر القرار الوزاري فيما يخص تحديد قيمة الترخيص هذا والبطاقة بالنسبة للعاملين في الشركات والأفراد المرحلة القادمة طبعا بتكون هي عملية بعد التسجيل عملية تحصيل الرسوم هذه المقررة وبدأنا بالفعل من خلال يومين الماضيات بالتحصيل التجريبي لبعض هذه الشركات على أساس أنه نبدأ نصدر لها الشهادات وبطاقات العاملين في هذه المقررة أستاذ سالم أو سليم في ظل أيضا استعراضنا لبعض صور لتفاصيل أيضا النظام المستخدم في مزاولة هذه المهنة الوساطة العقارية ماذا سيقدم النظام أيضا من خدمات من مزايا للمستخدم؟ هو مثل ما تشوفي طبعا هذا النظام سهل جدا آخذنا من جانب أنه سهل على الشركات والمتعاملين في هذا المجال أن الدخول كيفية الفتح حساب خاص للشركة يتم التحكم في النظام من قبل الشخص المفوض ولا دخل للوزارة في عملية تعيين الموظفين خروجهم عمليات التداول طبعا المرحلة هذه من تخلص بيكون عندنا مرحلة الربط الإلكتروني حاليا نحن في مرحلة أعداد العقود الإلكترونية تستمهيدا للربط الإلكتروني مع الشركات التي منحت تراخيص ربط الإلكتروني طبعا بيكون على مراحل بداية طبعا مثل ما أشارت في محافظة مسقط فايدة الربط هذا الربط الإلكتروني وتسهيل العمل على هذه الشركات بأن أي عملية تداول عقاري أو تصرف عقاري في عقار معين لا تتم إلا من خلال هذه العقود المبدئية التي ستحرر في المكاتب رح يكون عندنا نوعين من البيوع أو التصرفات التي هي التصرفات المباشرة والتصرفات غير المباشرة التصرفات المباشرة طبعا نحن في السلطنة عندنا البعض الاجتماعي والمعرفة والأهل ففي هذا الجانب طبعا بيكون التصرف من خلال مكتب الوساطة من دون عمولة لكون الوسيط لم يسعى في التوفيق بين أطراف العقد بينما رح يقوم بعملية تفريغ البيانات إيجاد إرشاد الأطراف عن بيان العقار ووصفة موقعة على خلاف البيانات الأساسية المطلوبة في العقد نعم أستاذ سليم أيضا في جانب جدا المهم هنا بما أنه أيضا هذا النظام مستحدث ستكون هناك ورش تعريفية لتعرف المجتمع بهذا النظام وخاصة المستفيد أيضا من هذا النظام طبعا بعد ما ندشن بداية العام القادم العام القادم بإذن الله بعد أسبوع رح نقيم ورش عمل للمتعاملين متعاملين نعم في هذا النظام من خلال الربط الإلكتروني آلية الدخول آلية التسجيل آلية تحرير العقود هذه الإلكترونية ما هي المتطلبات المطلوبة في عمليات تصرفات طبعا نأتي ميزة النظام هذا أو فوائده بإجمال النظام هو طبعا الهدف الأسمى هو إيجاد قاعدة بيانات مثل ما ذكرت لجميع التعاملين الشيء الثاني رح يسهل النظام لكل الفئات من خلال التطبيقات اللي رح تكون مصاحبة لهذا النظام عن تطبيق الأندرويد والأبل معرفة قيم الأراضي أو أسعار الأراضي في كل منطقة سواء بالمتر أو بالقطعة رح يكون النظام كدليل عام للشركات أو المؤسسات العاملة في هذا المجال مثلا أي مستثمر يرغب معرفة تاريخ الشركة إجمال التداولات ومدى قوتها في السوق المستقبل إن شاء الله بيكون أننا التصنيف لهذه الشركات ستكون الفئة الأولى والفئة الثانية على أثر التصنيف رح نسمح للشركات التخصص في مجال معين ربما أن تكون في شركة متخصصة في الأراضي الفضاء شركة متخصصة في مشاريع التطوير العقاري شركة تكون تخصصية في الترويج للأراضي خارج السلطنة فكل ترخيص رح يكون جميل أستاذ لكن كختام سريع يعني في حالة بعض المستفيدين يميلتزموا بهذا النظام هل سيسمح لهم بمزاولة هذه المهنة؟ النظام طبعا بيكون دقيق بيكون نظام إلكتروني رح يكون مراقب لهذه المكاتب ودائها من خلال عمليات المشبوهة عمليات الغير واضحة حتى تقييم بالنسبة لأسعار الأراضي رح تكون موجودة في النظام النظام رح يسمح للشركات حتى مستقبلا موضوع المزايدة ممكن للشركات أن تدخل وتعرض العقارات المفوضة فيها كل التوفيق لكم أستاذ سليم بن حسن البلوشي المدير العامي المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان سعدنا جدا بوجودك وأنتم مشاهدين شكرا لكم على المتابعة على التفاعل أنتم من تضيفون رونقاص على كل ما يطرح في هذه المساحة من برنامجكم من عمان وصلنا إلى ختام هذا الأسبوع نبقاكم غدا أو الأسبوع المقبل بإذن الله مع محطات مستجدة نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر